أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله مصد على محمد وأعي محمد وعجل فرجهم ولعن أعداء ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين جاء في الخبر الشريف الذي رواه شيخنا ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة والرضوان بسنده عن أبي عمر الزبيري عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في حديث بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله وبالنقصان دخل المفرطون النار نعوذ بالله هذا الحديث الشريف يؤكد لنا أن الذي يدخل الجنة لابد أن يكون إيمانه تاما مكتملا فأي نقصان في إيمانه والمراد بالنقصان في الإيمان هاهنا النقصان في أصول الاعتقاد أصول الإيمان أصول الدين أي نقصان ولا سيما إذا كان ناشئا من التفريط أي التقصير فهذا يوجب دخول النار أما الزيادة في الإيمان والمراد قوة الاعتقاد وزيادة المعرفة بتفاصيل أصول الاعتقاد فهذه توجب زيادة حظ المرء من الثواب وبالتالي رفع منزلته عند الله عز وجل بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله وبالنقصان أي النقصان في الإيمان دخل المفرطون النار إذن أول ما ينبغي على المسلم أن يهتم به الحرص على أن يكون إيمانه تاما مكتملا علي الوردي بعضكم لا شك يعرفه مؤرخ ومفكر عراقي معاصر مات قبل سنوات له كلمة يأخذها بعض من تستهويه سببا لتحقير المنهج الذي يدعو أصحابه فيه إلى إحياء أمر النزاع الديني في الدائرة الإسلامية من أكثر وأشد أسباب النزاع في الدائرة الإسلامية مسألة الإمامة والخلافة سببت كثيرا من المشاحنات عبر التاريخ وصلت في بعض مضاعفاتها إلى القتل إلى الحروب هناك من المسلمين من حدثنا التاريخ عن أنهم قتلوا لمجرد اعتقادهم بإمامة أهل البيت عليهم السلام ورفضهم لإمامة أو خلافة أبي بكر وعمر على سبيل المثال فهي مسألة مورد نزاع وما زالت إلى اليوم تسبب كثيرا من النزاع والمصادمات يخرج من حين لآخر من الفريقين من الشيعة وغيرهم من يرى أو ينظر لأهمية طي هذه المسألة بالكلية وتسفيهها وأنه لا حاجة إليها وأنه لا تأثير لها على واقعنا المعاصر لا ضرورة لأن نحسم أيهما كان الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه عليه السلام أم أبو بكر بن أبي قحاف لعنه الله يقولون هذه ليست مسألة مهم علي الورد له كلام في هذا في هذا الشأن في هذا المضمار براق يستهوي هؤلاء الذين سائموا هذا النزاع التاريخي ماذا يقول ينقل حادثة على أسلوبه بطبيعة الحال في الإنشاء الأدبي وعلى تصويره الوقائع والحوادث بطريقة فيها لعله شيء من التزويق يقول كنت في أمريكا ونشب نزاع عنيف بين المسلمين عن علي وعمر وكانت الأعصاب متوترة والضغائن منبوشة فسألني الأمريكي عن علي وعمر هل يتنافسان الآن على الرئاسة عندكم كما تنافست روم وديوي عندنا فقلت إنهم كانوا في الحجاز قبل ألف وثلاثمائة سنة والنزاع الحالي حول أيهم أحق بالخلافة فضحك الأمريكي من هذا الجواب حتى كاد أن يستلقي على قفاه وضحكت معه ضحكا فيه معنى البكاء وشر البلية ما يضحك هذه الكلمة ومثيلاتها يأخذها بعض هؤلاء الذين يقولون علينا أن لا نغرق في الماضي سواء كانت توجهاتهم هؤلاء الآخذين والمروجين لمثل هذا الطرح تارة تجد توجهاتهم علمانية حداثوية تارة تجد توجهاتهم قومية تارة تجد توجهاتهم دينية يعني مثلا جمال الدين الأفغاني الذي هو للعلم أسد آبادي ولكنه تمظهر بكونه أفغانيا حتى يقبل في الأزهر ركب على راسه مكلاو مثل ما نقول هذا أيضا له كلمة هو شيعي هو بالأصل أما تمظهر بمظهر البكري وقاد تحركا تغييريا في الأزهر وحرك الأزهر وغيره له كلمة هذا يعتبر يعني يصن في اليوم عند كثير من أبناء الأمة الإسلامية برائد صحوة التنوير هؤلاء المستنيرون من علماء الدين له كلمة أيضا مضمونها هكذا يقول ظللنا نتنازع ونتحارب على أنه أيهما أحق بالخلاف علي أم أبو بكر أيهما الخليفة حتى صار الإنجليز هم الخليفة لأنه يتحدث عن أجواء الاستعمار الإنجليزي في بلادنا هذا مثلا ذو توجه ديني هو هو رجل يفترض أن يكون متدينا ضمن السلك الديني رجل دين داعية مثال آخر معاصر وحديث قريب هاشمي رفسنجاني أيضا في إحدى المؤتمرات الأخيرة هذه مؤتمرات التقريب التي تعرفونها له كلمة أيضا مضمونها هو هذا أنه أي شيء يفيدنا الآن في أن نحدد من هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ونتطاح ونتناطح أيضا في هذا الشأن هستشي فيدنا الآن أنه إحنا نقول علي كان الخليفة أو أبو بكر كان الخليفة ما الذي يفيدنا الآن ما الذي سيغير من واقعنا هذا أيضا رجل في السلك الديني معمم كان لسنوات طوال رئيسا للجمهورية الإيرانية ولا يزال له مناصب رسمية في الجمهورية الإيرانية هو رئيس مجلس الخبراء ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام يفكر بهذه الطريقة كثير اليوم من أبناء أمتنا من المفكرين من المثقفين من الأكاديميين يحملون هذا الفكر يحملون هذا الطرح من الجانبين من الطرفين وعلى شتى توجهاتهم أيضا سئموا هذا النزاع قالوا خلص بعد فضوها خلصنا بعد تهينا من هذا الموضوع 1400 سنة نتنازع على هذا الموضوع هل ترى هذا الطرح أو هذا الفكر سليم كما قد يبدو من ظاهره للغافلين والمغفلين هل بالفعل بهذه الطريقة يمكن إصلاح أوضاعنا والانتهاء من هذه الحروب العبثية التي تجري فيما بيننا هل بالفعل هل بالفعل هذا الطرح فيه صلاح ديننا ودنيانا هل بالفعل هذه كلمة جامعة يمكن أن تجمعنا وتلم شملنا الجواب كلا لماذا أول خطأ يقع فيه هؤلاء هو عدم تحرير مورد النزاع وتصنيفه إذا لاحظتم من كلام علي الوردي مثلا وهو رجل منطلق من بيئة شيعية هاشمي رفسنجاني منطلق من بيئة شيعية جمال الدين الأفغاني أو الأسدابادي منطلق من بيئة شيعية كذلك فخلي يكون كلامنا أكثر نركز على من هم محسوبون تأريخيا وبيئويا واجتماعيا على الشيعة خلي أول شي نظف أوساطنا أول خطأ وقع فيه هؤلاء هو عدم تحرير مورد النزاع وتصنيفه إذا لاحظتم كلام علي الوردي كأنه صور أو صنف مسألة الإمام والخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على أنها انتخابات رئاسية في مجاراته للكلام مع ذلك الأمريكي الذي ضرب له مثل قال مثل مرشحي الرئاسة الذي عندنا الذي يتنافسون الآن الذي يتنافسون الذي صير هذا الشكل النزاع فهذا قال لا قبل 1300 سنة كان هناك نزاع فهذا ضحك أنه ما قادر يفهم أنه ليش المسلمين إلى هذا اليوم متنازعين طيب ماتوا وراحوا وخلص وراحت الخلافة هم وياهم الآن خلافة ماكو خلافة فعلية على الأرض عملية فليش النزاع هل يا ترى مسألة الإمامة مسألة انتخابات رئاسية حتى نطويها أم هي مسألة الدين بالمقام الأول بالدرجة الأولى مسألة دين اعتقاد دعونا نمثل بمثال ما الذي يغير الآن من واقعنا مثلا إذا لم نعترف ببعض أنبياء الله مثلا لا نعترف نعترف ببعضهم لا نعترف بالبعض الآخر أصن نلغيهم لعله لا يكون هناك تأثير عملي واقعي على حياتنا المعاصرة يعني يعني واحد يوم من الأيام يطلع لابطلع مثل ما بعض الجهلة اللي يسمون نفسهم قرآنيين هالأيام وإحنا نسميهم عمريين لأنهم رافعين شعار حسبنا كتاب الله إذا لهم منطلقين من بيء الشيعية الآن فترة الأخيرة هؤلاء ماذا يقولون مثلا يقولون آدم ليس نبيا آدم ليس نبيا مثلا عندهم بعض الأنبياء ليسوا بأنبياء يقولون لنا القرآن ما وصفهم بصراحة على أنهم أنبياء مثلا ما وصفهم على أنهم رسل طالعين هالشكل طلع وما يعترف بالأحاديث يقول الأحاديث لا حجة فيها فشنو يغير الآن أنه واحد يعتقد أن آدم نبي لومونبي لعله عمليا أو واقعيا لا يغير شيئا من حياتنا المعاصرة لكن من الجانب الديني هذا الذي يجرد أنبياء الله من صفتهم الدينية يجردهم من النبوة وين رح يطب يوم القيامة في النار يروح إيمانه يكون فيه نقصان وبالنقصان دخل المفرطون النار أنت عليك أن تقر بمجموعة مبادئ وعناصر معرفية دينية عقدية إن لم تفعل دخلت النار لأن هذا نقصان في إيمانك على أقل تقدير الإمامة من هذا القبيل لابد أن تقر وتؤمن بأن هنالك أئم عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله على فرض أنه لم يكن للإقرار وعدمه أدنى تأثير على واقعك المعاش لابد أن تقر إذا لم تقر إذا لم تؤمن بإمامتهم كان ذلك نقصانا في إيمانك تدخل به النار فالمسألة إذن ليست مسألة منافسة سياسية وانتخابات رئاسية حتى نطويها ونتجاوز عنها نقول لم تفدنا في شيء المسألة هي مسألة الدين دين هذا دين الله الله يطالبك كما تعترف بالأنبياء بحيث إذا أنقصت واحدا منهم تدخل النار كذلك يطالبك بالاعتقاد بالأئمة والأوصياء بحيث إذا أنقصت واحدا منهم دخلت النار هل يا ترى أنت يا علي الوردي فصلت هذه المسألة لهذا الأميركي هذا الأميركي ضحك لأنه ظن القضية ماذا انتخابات رئاسية أنت ما بينت لأنه هذه قضية الدين هذه من أصول الدين هذا أول خلل منهجيا أنا دعا أتكلم مع قطع النظر الآن عن كون المسألة هذه ثابتة أو غير ثابتة التفتوا نحن 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 الآن مدى ندخل علي الوردي لا يعتقد بالإمامة إن سلخ عن هذا الاعتقاد أصلا هو لا ديني بشكل عام هو كرجل لا ديني وإن لم يفصح عن ذلك هذا يبان من منهجه بشكل عام ومن رؤاه وأفكاره نحن كلامنا من حيث المبدأ أنه هذا خلل منهجي وأنت رجل أكاديمي يفترض أن لا تقع في مثل هذا الخلل يفترض أن تبين لمحاورك الأمريكي أن هذه قضية دين ولذلك يتنازع فيها فحين ذلك تصنف هذه النقطة النزاعية في محلها الصحيح فتفهم تاليا بشكل صحيح فالأمريكي يقول ها إذن مثل النزاع مثلا بين البروتستانت والكاثليك مثلا بين الأرتدوكس وبين مثلا الطوائف الأخرى النصرانية نزاع ديني يصير النزاع الديني مفهوم وإلى اليوم مستمر عند كل البشرية شيء واضح هذا هذا أول خلل منهجي وقعوا فيه نحن من جانبنا نحن المتدينون المؤمنون أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنبينا وإمتنا عليهم السلام نعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين لا يعذر من يتناساها عمدا ويتجاهلها لا يعذر يدخل النار إن فعل هذا ما نحن نعتقده لأن ولأن القضية قضية الدين وأصل من أصول الدين ولأنه يتحدد عليها مسير الناس ومآلهم إلى الجنة أو إلى النار نعوذ بالله فمن حقنا أن ندعو الناس إلى الإيمان بهذه المسألة لأننا ننطلق من منطلق خير نريد أن نجنب الناس النار حسب عقيدتنا حسب ما نحن نعتقد مع قطع النظر عن كونه صائب أم لا هذا يحدده ماذا البحث العلمي لكن من حيث المبدأ ليس لك أن تسفه جماعة في اعتقادها ودعوتها إلى أصل من الأصول أو مبدأ من المبادئ الدينية وهي تنطلق من رؤية خير في الدعوة هذه بل تعطيها الحق في أن تدعو لهذا المبدأ لأنها ترى فيه عصمة للناس من الوقوع في المهلك أي النار فلا تسفه فإذا لم تسفهها وأعطيتها الحق ودعت إلى ذلك لابد أن تتوقع بشكل طبيعي أن تأتي جماعة أخرى دينية تعارضها في الاتجاه وتقول لا إمامة وإنما الإمامة لغير أهل البيت عليهم السلام الإمامة بالشورى كما يزعمون لا بالنص والتعيين كما تقولون أنتم الإمامية ولأن هنالك جماعة دينية أخرى تعارض فلابد أن تنشب النزاعات هكذا يكون التأصيل المنهجي هكذا يكون التصنيف المنهجي لهذه النقطة النزاعية أما أن تحقرها وتخرجها من دائرة الدين إلى دائرة السياسة والانتخابات الرئاسية فهذا أول من يقدح به هو أنت علي الورد وأمثالك أنت هنا لم تلتزم بالمعايير العلمية طيب فرع هنا في الجواب على سؤال أن لماذا نحن جعلنا الإمامة من الدين لا من الشأن الحادث السياسي بحيث لا يعذر من يتجاهلها أو يتناساها أو يجحدها ننطلق في ذلك من أدلتنا من الكتاب والسنة ولأننا نخاطب هاهنا الشيعة في المقام الأول فلابد أن نتكلم بلغة الروايات التي رويت عن نبينا وإمتنا عليهم الصلاة والسلام لتكون ظاهرة عند الكافة من الشيعة نحن نحتج بمجموعة بجمع عظيم من الروايات والأحاديث التي تدل على هذا الذي نقول من بينها مثلا ما رواه شيخنا الصدوق عليه الرحمة في أماليه بسنده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث إن الولاية من بعدي لعلي والحكم حكمه وَالْقَوْلُ قَضِيَّةِ إِمَامَةَ النَّبَوِيَّ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ لأنه كُفَّارَ بإمكان يَتُرُكُونَ قال النبي صلى الله عليه وآله إِنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ بَعْدِي لِعَلِيٍ لم يقل لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان إن الولاية من بعدي لعلي والحكم حكمه والقول قوله لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن حديث آخر يرويه شيخنا الكوليني عليه الرحمة في الكاف الشريف بسنده عن بشير الكناسي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الإمام الصادق في حديث طويل أيضا إنا قوم فرض الله عز وجل طاعتنا يتكلم عن أهل البيت يقول إنا قوم فرض الله عز وجل طاعتنا وإنكم أنتم الشيعة وإنكم تأتمون بمن لا يُعذر الناس بجهالته أنتم تأتمون بأئمة لا يُعذر الناس بقية الناس بجهالتهم ليس هذا عذرا لأحد أن يقول أنا أجهل من هو الإمام من بعد رسول الله ومن هو الإمام في زمني هذا الذي يجب أن أعتقد ولايته وحجيته عليه من هو إمام زماني هذا ليس عذرا لأحد من المسلمين ليس عذرا تكليفك الشرعي أيها المسلم أن تفتش عن إمامك وتأتم به لازم وإلا تموت ميتة جاهلي الإمام الصادق عليه السلام بعدما يقول إنا قوم فرض الله عز وجل طاعتنا وإنكم تأتمون بمن لا يُعذر الناس بجهالته يؤكد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله يستشهد به فيقول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلي إذن قضية جنة ونار قضية ميتة إسلام أو ميتة جاهلية يعني تموت على ملة الإسلام أو تموت والعياذ بالله على ملة أهل الجاهلية هذه قضية اتحقرها اتصغرها تسفهها إلى أن توصلها إلى مسألة انتخابات رئاسية توصلها إلى هذا لا أقل ما يقال فيك إن فعلت هكذا أنك خالفت المنهج العلمي في تحرير مورد النزاع وتصنيفه أنه في أي باب في أي محل قضية عقدية هذه أم قضية سياسية فقط إذا قضية سياسية بالفعل ندوس عليها ومشكلتنا مع أهل الخلاف هي هذه ما زالوا يظنون أن القضية سياسية سبحان الله شون تسرب هذا الفكر إلى بعض أدعياء التشيون حتى معممين حتى معممين ذات مرة نقلت لكم أنه أكو واحد هنا طول طول انخلى عقل عقل اسخلى شنو كان يقول للناس يقول معمم أن النزاع بين علي وأبي بكر وعمر كان نزاعا سياسيا فليش إحنا نكرر هذا الموضوع واحد من المصلين أب أحد الأخوة قال له بعد ما كان يصلي وراه بعدين ترك قال له أنا هسه 1400 سنة كنت أصلي وراك آخر شيء طلع النزاع بين علي الإمام أمير المؤمنين ومخالفيه ومناوئيه طلع نزاع سياسي طيح الله حظك طلع النزاع السياسي أخيرا على الموضوع مقضية دين وإمامة ربانية الله أكبر أصلا هاي الكلمة بذاتها للعلم هي إساءة لأمير المؤمنين عليه السلام للعلم يعني معنى أنه شنو أنه كلها النزاعات والمشاكل تظلمات أمير المؤمنين عليه السلام كانت من أجل ماذا قضية سياسية دنيوية تافهة اللي هو يقول أنها ماذا عفطة عنس شوفش قد إساءة تصير لأمير المؤمنين عليه السلام إذولة بالله عليكم يستحقون عمامة على رؤوسهم أم يستحقون شيء آخر على رؤوسهم لازم يوضع هذا الهتك لأمير المؤمنين عليه السلام هذا الهتك لأئمة أهل البيت هذا التحريف للدين هذا اللعب بأصول الدين من أجل ماذا من أجل أن تتوالف مع الغير تتحد مع الغير نريد نسوي وحدة إسلامية يعني وحدة إسلامية ما تصير إلا أن ندوس على حق أمير المؤمنين عليه عليه السلام هو هاي الوحدة الإسلامية مالتكم نتنازل حتى عن الإمامة أيضا مؤتمر تقريب تريد تسوي ما يصير في إيران مؤتمر تقريب إلا أن يطرح في هذا الطرح ما الهاشمي رفسنجاني أنه ما مهم أن نحدد من هو الخليفة بعد رسول الله يعني ما يصير تقريب بين المسلمين ولا توحيد للمسلمين إلا أن نشارك في ظلم أهل البيت إلا أن نشارك في ظلم علي بن أبي طالب إش قد إش قد محصل علي بن أبي طالب من هذه الأمة الظلم اللي حتى من شيعته يظلمون إلى متى ظلم علي وأهل البيت إلى متى والكلمة كلمة هكذا تقال ولا ردة الفعل على الإطلاق ما نسمع لا أن المراجع ضجوا على هذه الكلمة وصدروا حكم بظلالة بتغليله مثلا ولا أنهم عطلوا الدروس بسبب هذه الكلمة في الحوزة العلمية لأن المعتاد عندنا في الحوزة ماذا إذا وقع شأن يمس الدين العلماء يعطلون الدروس احتجاجا حتى تصير تموجات اجتماعية يرفض بها هذا الشيء الذي وقع ولا حد يتحرك كل شيء ما صار يعني بعبارة أخرى إحنا ما عندنا غير على إمامنا علي بن أبي طول ما عندنا غير على أئمتنا عليهم السلام هذا واقعنا المريض السيء التعيس قضايا أهوى من هذه بكثير سياسية أو ما شاكل نقيم الدنيا ولا نقعدها ويصير تعطيل للدروس ويصير ما أدري كذا شيء غريب وعجيب سبحان الله بيانات تصدر خطابات مواقف تصريحات مظاهرات في الشوارع على أمور أتفه بكثير أما مثل هذا الهدك لأمير المؤمنين عليه السلام مثل هذا الدوس على حقه هذا الهدم لركن من أركان الدين وهو الإمامة يمر مرور الكرام ولا أحد يتحرك شيعة من نحن يقول الإمام الصادق عليه السلام عليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علي عليه السلام صحيح كان سابقا هنالك من شيعة علي أصحاب علي ناس كفوا ناس كفوا كان موجودين الآن مع الأسف ثم ثم قال أصحاب لحبيبي عائشة عائشة يقصد أبو بكر فتروح تدعوه يجي أبو بكر يطل النبي بوجهه فيعرض عنه حفصة يقول إذن يقصد عمر تروح تنادي على عمر يجي نفس القضية عمر يقول هذه الرواية موجودة عنده للخلاف يقول قوموا بنا لنقوم فإنه لو كان له حاجة بنا لكلمنا ما كلمنا والنبي يكرر ادعو لي خليلي ادعو لي حبيبي فأخيرا يقولون خلص ماكو غير علي بن أبي طالب هذا خليل رسول الله وهذا حبيب نفس الرواية موجودة عند أهل الخلاف موجودة أيضا عندنا الإمام الصادق يحكي الموقف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مرضه الذي توفي فيه ادعو لي خليلي فأرسلتا إلى أبويهما فلما جاء أعرض بوجهه ثم قال ادعو لي خليلي فقالا يعني أبو بكر وعمر قد رآنا لو أرادنا لكلمنا فأرسلتا إلى علي عليه السلام فلما جاء أكب عليه يحدثه ويحدثه حتى إذا فرغ لقياه يعني أبو بكر وعمر لقياه عليا شعندك مع النبي ليش كان مختل وياك شدي يقول لك ودقول له فقالا ما حدثك فقال حدثني بألف باب من العلم يفتح كل باب إلى ألف باب هذا يعني يريد الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا هو باب مدينة علم رسول الله هذا هو الإمام الذي لابد من اتباعه ولا يعذر الناس بأن يجهلوه أو يشك فيه ما ك شك في علي ابن أبي طالب هذا نقصان في إيمانك وإن آمنت بالتوحيد آمنت بالنبوة آمنت بالمعاد آمنت بالجنة والنار آمنت بأي شيء شككت في علي ترد النار هذا كلمة لازم الكل توصل له كل المسلمين لازم يعرفون حق أمير المؤمنين ولايته فرض على المسلمين لابد حديث ثالث أيضا في الكافي الشريف بسنده عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يعني الراوي أبو سلمة يقول سمعت الإمام الصادق يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس تفهمون العربية لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا ما كعذر واحد يقول أجهل أئمة أهل البيت معذر هذا واجبك تفتش أنت الآن مسلم تعلم أن هناك لا أقل طائفة من المسلمين تصيح ليل نهار تقول أيها الناس الإمامة لآل محمد اللهم وصل على محمد وعلي محمد وعشل ورجع ودع حلام انتد تسمع هذا النداء واجبك كمسلم فريض عليك اتحقق تبحث تفتش ما هي الأدلة على إمامة أهل البيت لماذا هم الأئمة لماذا هم الولاية لهم مو أنه تقول هاي القضية مو مهمة وخلي نجاه لها لا روح ابحث تبحث بإنصاف وتجرد تصل إلى الحق تعرف أنه بالفعل هؤلاء هم الأئمة الأوصياء الذين وصانا رسول الله صلى الله عليه وآله باتباعهم هؤلاء الذين فرض الله عز وجل طاعتهم علينا هذه هي القيادة الشرعية من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أما تجاهل هذا ليس عذر ليس عذرا هذا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يُعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء يشوف قاصر أم مقصر هذا بعد يا ويل إذن هذه الأحاديث تدلنا على أن الإمامة حسب ما نحن نعتقد أصل من أصول الدين لذا لدينا المبرر الشرعي والأخلاق في إثارتها دائما وإن سببت نزاعات لأن القضية قضية الدين ما يصير تحجمها وتسفه تسويها شنو قضية انتخابات رئاسية لا نفع من ورائها مو مهمة قضية سياسية لا الشيء بالشيء يذكر كلام ذو فائدة هنا لا بد من نقله وهو للمجدد الثاني عليه رضوان الله يقول في موسوعة الفقه في كتابه من فقه الزهراء عليه السلام في المجلد الثالث الصفحة ثلاثمائة وثلاث وخمسين وهو يعلق على خطبة سيدة النساء صلوات الله عليها ويستنبط من هذه الخطبة ما يستنبطه مما يتصل بالمعارف الدينية تارة وبالأحكام الشرعية تارة أخرى على أسلوبه الفقه الابتكاري المعروف يقول عد جماعة أصول الدين ثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعات وأصول المذهب خمسة بإضافة العدل والإمامة هذه لعلها كلمة سمعتموها ربما هي شائعة في كثير من الأوساط مع الأسف الشديد تابعا لقلة التحقيق بعض من لم يكن محققا بارعا مع الأسف قرر هذا الكلام في كتبه وقال أصول الدين ثلاثة أصول المذهب خمسة ليش حتى يفر من مسألة الحكم على المخالفين بالكفر لأنه إذا قال خمسة المخالفين لا أقل لا يؤمنون بالعدل الإلهي ولا يؤمنون بالإمامة هذا مما يميزنا نحن ففرارا من هذا قال هذه أصول المذهب والحال أنه لم يلتفت إلى أن هذه الخمسة جميعا أصول الدين ليس أصول المذهب وأساسا من قال التوحيد الذي عندنا هو التوحيد الذي عندهم من يقول النبوة التي عندنا هي النبوة التي عندهم المعاد الذي عندنا هو المعاد الذي عندهم يعني أنت لم تفر شيء تريد أن تفر من مسألة الحكم عليهم بالكفر أو الانحراف لأنهم لا يؤمنون بأصول الدين فقصرت الأصول على ثلاث أو على ثلاثة هذه الثلاثة من قال أنها محرزة عندهم هو الكلام في العناوين أم الكلام في المضامين ما هو مضمون التوحيد عندهم ليس بتوحيد عندهم توحيدهم شرك الطائفة التي تعتقد بقدم القرآن وأنه ليس بمخلوق صار القرآن شريكا لله يعني كلام الله شريك لله هذا ما يعتقدون هذا شرك عنده طائفة التي تعتقد أن لله صفات تتحيز بالزمان والمكان ولذا أجازوا له المكان أنه يكون له مكان وينتقل من جهة إلى جهة يصعد ينزل هذا نوع تشبيه عندنا نحن هذا كفر هذا الشرك النبوة عندهم أن النبي ليس معصوما إلا في التبليغ وحتى في التبليغ أحيانا كان ينسى الآيات التي توحى إليه ويذكر واحد آخر كما تقول ستهم عائشة هذا مو اعتقاد سليم بالنبوة المعاد بعد الفضايح اللي اعتقاداتهم في المعاد الله يكشف عنه ساقة ورجلة ويخليها ويكشفها أمام المؤمنين فيقولون ها إذن أنت ربنا ما أدري شيف شوفون برجل الله يعني اللي استغفر الله أنه يتأكدون أنه هذا الله فيسجدوله يعني تر هات سخافات إسرائيليات ماخذينها فهم لا يشتركون معنا في الأصول ما يشتركوا ما سويت شيء أنت المجدد الثاني يرد على هذا الكلام يقول لا أصول الدين خمسة عد جماعة أصول الدين ثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعاد وأصول المذهب خمسة بإضافة العدل والإمام والمستفاد من استدلالها صلوات الله عليها بهذه الآية الشريفة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أن الإمامة من أصول الدين ليس أصول المذهب ومن كرها قد ابتغ غير الإسلام دينا في الموضوع للحكم فتأمل هذا حكم سيدة النساء الصديقة الكبرى صلوات الله عليها هي لما استشهدت بهذه الآية ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه استشهدت به في خطبتها الاحتجاجية ضد أبي بكر الطاغية لعنه الله مجدد الثاني لما يستنبط من هذه الخطبة الشريفة يقول هي ما جاءت بهذه الآية إلا للتأكيد على أن الإمامة أصد من أصول الدين بحيث أنها تحتج عليهم بأنه منكرها ابتغى غير الإسلام دينا إذن من ينكر الإمامة كافر ابتغى غير الإسلام دينا لكن هنا يقيد الكفر لأنه نحن منصفون فقهاؤنا منصفون علماؤنا منصفون نحن نقول أن غير الشيعة كفار لكن افهم الكلمة كفار بأي معنى نقول موضوعا لا حكما يعني ماذا موضوعا يعني في الآخرة ينكشف أنهم كفار أما حكما في الدنيا مسلمون تجري عليهم أحكام الإسلام ميزان فقه عندنا فلما نقول جماعة لا يؤمنون باعتقاداتنا هم كفار ليس معنى ذلك أننا نستحل دماءهم كما يفعل خصومنا من يكفرون الشيعة المشكلة معهم هي هذه ياريت بس يقول إحنا كفار وخلص لا كفار عنده لما يقول الشيعة كفار لوازم التكفير يقولون الشيعة كفار الرافض كفار إذن تحل دماؤه تسبى نساؤه يقولون ها صريحة هذا هذا هو الفرق أنت إذا توقفت عند حد تكفيري موضوعا أنا أقبل ما عندي مشكلة لأنك هنا تهبني الحياة تعطيني الحياة على الأقل خلص يوم القيامة الله يفصل بيننا صحيح نتركها إلى يوم القيامة أما مشكلتك أنك تريد الإجهاز علي تريد قتلي لأنني لا أعتقد بعقيدتك لا قابل بطريق الحجاج والاستدلال ولا تريد أيضا أن ترحم عباد الله وتعطيهم الحق في الحياة شلون دين ديكتاتوري هذا واستبدادي إلى أن يقول المجدد الثاني عليه الرضوان يذكر هنا إشكال يمكن أن يرد على استدلاله هذا فيقول لا يقال إن كلامها عليها السلام عن القرآن وتركه وراء الظهر قد واحد يشكل عليه يقول سيدنا الفقر التي جاء فيه استشهادها جاء فيها استشهادها عليها السلام بهذه الآية الكريمة كانت تتحدث عن القرآن فإذن ليس الكلام عن الإمامة حتى تقول إن الإمامة أصل من أصول الدين هنا لا من أصول المذهب كما قررته الزهراء عليه السلام ومنكرها قد ابتغى غير الإسلام دينا يقول لأنه يقال إنما صب كلامها هي خلافة الإمام علي عليه السلام وفي تفسير وفي تفسير العياش عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قال عليه السلام يهدي إلى الولاية وفي حديث آخر يهدي إلى الإمام إذن كلام المجدد الثاني أعلى الله درجاته كلام تام هذا حكم الزهراء للعي الزهراء حكمت باستدلالها بهاتين الآيتين الكريمتين وكلامها مصبه في قضية الإمامة والاعتراض على القوم فيما صنعوه من سلب الإمامة والخلافة حكمها هو هذا نتيجته هذا أن القوم كفروا وأن منكر الإمامة كافر لأن الإمامة أصل من أصول الدين طريق إلى الجنة أما منكرها فقد سلك طريقا إلى النار والعياذ بالله إذن القضية قضية دينية ليست قضية سياسية أو انتخابات رئاسية حتى تسفه وحتى تطوى وتتجاهل هذا غلط منهجيا غلط أيضا هنا الشيء بالشيء يذكر ما دمنا تحدثنا عن أنها أصل من أصول الدين وأن منكرها كافرون وأنا أعرف مع الأسف أسلوب أهل الخلاف في مثل هذه القضايا يشنعون علينا ترتفع عقائرهم ويبدأون بالتهريج والتحريض انظروا إلى الشيعة إنهم يكفروننا لأننا لا نعتقد بولاية علي بن أبي طالب وإمامة الأئمة وأنا للعلم إحدى التهم التي سجنت عليها في الكويت هو هذا مع أنني في نفس المحاضرة في الكويت قلت هذا تكفير موضوعي يا بشر يا عالم يعني أنت حكمكم مسلمين ما يفتهم لأنها أي لغة هنفقية بالنتيجة أنت في الدنيا مسلمون شتردوا لكم ما لنا وعلينا وعليكم ما علينا أحسن من هذا أكو في الآخرة لابد فرقة واحدة ناجية يا أخي تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة حديث مجمع عليه عندنا وعندكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلي يعني شو نسوي نلعب بدين الله بالغصر نطببكم الجنة ما نقدر مو بكيفنا ما عندنا إحنا وثيقة للجنة اللي إحنا نقدر ندخل فيها من نشاء ونخرج منها من نشاء ذاك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار إحنا مو بيدنا عندنا موازين المخالفون المخالفون إن أرادوا أن يعيبوا علينا قولنا هذا فإن الإنصاف إذا كانوا يعتبرون هذا القول عيبا منا لأننا كفرنا الغير مع أننا كفرناهم موضوعا لا حكما فمن باب أولى يعيبوا على أنفسهم هم أهل التكفير استمع معي لهذا النص فقط أنا شاهد واحد أجيب لك شوف التكفير عندهم مشلون سهل وفي قضية لا يعتبرونها هم من أصول الدين بس لأنها موجهة ضد الرافضة فالرافضة مو مشكلة دمهم حلال ورخيص عندهم قتل لك قتل لك كم رافضي وطب الجنة وتعشى مع النبي ايه هالشكل عندهم افتح كتاب امتاع الأسماء للمقريزي المعروف افتح على المجلد التاسع الصفحة مائتين وثمانية عشرة يقول هذا النص شوف شوف لاحظ النص يقول يقول مذهب ابي حنيفة رحمه الله ابو حنيفة ماله ان من انكر خلافة الصديق صديق من عندهم ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ناقل الكفر ليس بكافر انقل لك النص كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان من انكر خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فهو كافر وكذلك من انكر خلافة عمر كافر رضي الله تبارك وتعالى عنه ومنهم من لم يحكي في ذلك خلافة يعني من الاحناف ارباب مذهب ابي حنيفة يقولون ماكو خلاف بيننا في ذلك ادعوا ان لا خلاف في مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة منكر خلافة ابي بكر ومنكر خلافة عمر كافر يعني احنا كلنا كفار الان بحمد الله احنا كفار بالطاغوت نعم نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله ونستمسك بالعروة الوثقى عروة اال محمد عليهم والصلاة والسلام خلي يقولون عننا كفار ما يهمنا احنا ما يضرنا فيقول ومنهم من لم يحكي في ذلك خلافة ومنهم من ذكر في ذلك خلافة يعني من الاحناف قالوا لا المسألة خلافية فيما بيننا هل هم كفار او ليسوا بكفار ولكن قال الصحيح انه كافر يعني منكر الخلافة بعدما حكى الخلاف بينهم قال نتيجة الصحيح بعد هذا الخلاف وبعد المداولة يعني موالشكل توصلنا الى ان منكر خلافة ابي بكر عمر شنو كافر يقول والمسألة مذكورة في الغاية للسروج وفي الفتاوى الطهيرية وفي الاصل لمحمد بن الحسن رحمه الله هذا تلميذ تلميذ ابي حنيفة وتلميذ ابي يوسف والظاهر انهم اخذوا ذلك عن امامهم ابي حنيفة وهو اعلم بالروافض لانه كوفي والكوفة منبع الروافض والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فاذا قال ابو حنيفة رحمه الله بتكفير من ينكر امامة الصديق فتكفير لاعنه او لا احنا بعد شنو احنا تكفيرنا يعني احنا شلون لازم نقول احنا سوبر كفار كفار دي لوكس احنا نطلع لانه احنا مو بس نرفض خلافة ابي بكر احنا من لعنة ايضا بالصلاة من العنو لعنة الله عليه وعلى اتباعه هذا الزنديق الفاجر الخائن لرسول الله صلى الله عليه وعلى منقلب على عقبيه خبيث ايه احنا نرفض خلافته ما نعترف به خليفة شرعي حكمنا عند مذهب ابي حنيفة الذي يسمونه الامام الاعظم حكمنا شنو كفار وهذا الحكم يستتبع ماذا لوازم التكفير عندهم ما قال هذا تكفير موضوعي وصفي لا تكفير حكمي هذا يستلزم حكما يعني احنا دماؤنا مهدورة اعراضنا حلال عندهم اموالنا حلال مستحلة عندهم بعد ذلك تتعجب لما تقع هذه الحوادث الارهابية والتفجيرات ضدنا في العراق وافغانستان وباكستان وغير امكن في العالم تتعجب يا جماعة هذا فقههم وهذا مو قول شاذ هذا مو الطائفة الغرابية مثلا لا هذه الطائفة شنو مذهب ابي حنيفة شطر المخالفين احنا مو اسلوب نتهريج نجيب قول شاذ ما معروف ونلزمهم به لا نأتي بقول له شيوع عندهم هذا قول شائع ابو حنيفة مو اي واحد عجل هذا من عجولهم مو مو واحد قليل ابو حنيفة الامام الاعظم هذا يكفر زين يا من تعيب على الشيعة الرافضة انهم كفروك مع ان تكفيرهم لك في الاخرة مو في الدنيا يحكمون عليك بالاسلام في الدنيا ايهما اولى ان تعيب به على الاخر الشيعة الرافضة ام تعيب على قومك تعيب على مذهب ابي حنيفة على الاحناف على الحنابلة على غيرهم اقوال كثيرة ترى عندهم في تكفير من لا يعتقد خلافة الشيخين بقولتهم مع ان المسألة الان تعال اسأل ابا حنيفة او غيره تعال جيب تعال حاكمة قل تعال قل لك هذه خلافة ابي بكر وخلافة عمر هذه من اصول الدين يعني شوف القياس قياس مع الفارق شوف التفاوت هنا فرق شاسع هنا نحن نقول امامة علي واهل البيت من اصول الدين هي في مرتبة اصول الدين لذا يتوجه القول بتكفير من لا يعتقد بها اما قضية خلافة ابي بكر عمر من اصول الدين عندكم ليست من اصول الدين اجماعا عندهم اذا لم تكفرون الاخرين عليها وهي ليست من اصول الدين لم تكفرون الاخرين عليها تدري شنو جوابهم جوابهم المعلن لانها علمت من الدين بالضرورة شنو هذا الكلام الخرط هذا شنو علمت من الدين بالضرورة اذا من اليوم الاول علي ابن ابي طالب معترض عليها سعد ابن عبادة كما في البخاري معترض عليها ولم يبايع ابا بكر ولا عمر اذا كافر يطلع تكفرون الصحابة وهذا من الصحابة على تسميتكم وغير وغير كثيرين رفضوا امامة ابي بكر عمر يعني ماذا كيف علمت من الدين بالضرورة هذا الكلام المعلن باطنه ماذا بغض الرافض يريدون تطهير الارض منكم تطهير مذهبي هذا الذي كان يعتقد به ابا حنيفة اللي عميد المنكر كان يحترمه هذه نتيجة الفقه النازي خلي نسمي هذا فقه نازي هذا عرفت شلو هذا فقه فاشي اللي ما يعتقد بخلافة ابي بكر عمر ما يعتقد بهاي المسألة عندنا وهي ليست من اصول الدين ايضا كافر نستحل دمه لماذا لا تتحركون ايها الشيعة في العالم لدى الدوائر الاممية والمنظمات الانسانية والحقوقية لاستصدار قرار اممي بتجريم المذهب الحنفي اذا هذا مذهب شنو يفرق هذا الكلام هذا شنو يفرق عن مبادئ ادولف هتلر او موسيليني شنو يفرق اذا ذاك تقولون كان عدو للانسانية وكان تطهيريا وكان فكره فكرا اجراميا يؤدي الى استباحة دماء الناس وعلى هذا الاساس صارت جريمة في القانون الدولي الترويج للنازية او الفاشية مو الشكل وهذا الفكر الحنفي هكذا المشكلة ايها الشيعة ليست فقط بالفكر الوهابي مثل ما يضحك عليكم بعض المعممين الجهلة امصورين لكم المشكلة كلها في الفكر الوهابي او فكر ابن تيمية ان هؤلاء هم المجرمون وإلا لا بقية اهل السنة اخواننا بل انفسنا ما عندهم هذا الفكر الاجرامي مثل منه تقول له تقول له مثل امام ابو حنيفة مثلا كان زين مع اهل البيت كان تلميذ الامام الصادق يقول لو لس سنتان لهلك النعمان وناصر ايضا ثورات العلويين حتى سجن بسبب ذلك يحول لك ابا حنيفة من شخص مجرم الى شخص مثل ملاك الطاهر يصور لك والشافعي نفس الشيء لانه قال فليشهد الثقلان واني رافضي ومن هذا الكلام اللي تسمعوا دون تحقيق وتعمق في فقه هؤلاء ومناهجهم اللي يحقق ويتعمق يشوف وحوش وحوش هؤلاء ائمة المذاهب الاربع وحوش كانوا وحوش ضد الرافض وضد شيعة اهل البيت عليهم السلام فتحوا الباب على مصراعيه لقتلنا وذبحنا واستحلال دمائنا لم يصور هؤلاء حتى عند بعض أو على بعض المنابر الشيعية يصورون على أنهم كأنهم ملائكة وعلى أنهم أناس صالحون إلى متى هذا التجهيل للأمة إلى متى تعال عب على نفسك يا أخي أنت صاحب فكر إرهابي إحنا قوم نعتقد بشرعية أبي بكر وعمر شنو صار الآن خلص لازم نقتل إحنا نذبح نحن قوم رافضة نعارض حكومة أبي بكر وعمر ما نعتقد بشرعية خلافتهما شنو صارت يعني هسا الدنيا خلص انقلبت الدنيا ليش لازم حكمنا عندك أنه نحن كفار وتزهق أرواحنا ليش تريد أن تقرب مع من مع من يحملون هذا الفكر هذا الطرح تقرب معهم مهو في البداية هكذا مشكلة جماعتنا مخابيل ما يفتهمون صراحة في البداية يتنازلك عن البراء على أساس أنه الغير لا يقتلنا لا يذبحنا يرضون عننا هاي قضية حساسة خلينا نتنازل عنها نترضى على صحابتهم هذولا من يشوفون هذا التنازل ينتقلك إلى وين إلى الولاية بعدين يقول لك ترى شوف اللي ينكر عندنا خلافة أبي بكر وعمر ترى كافر فرح تضطر تعترف بخلافة من أبي بكر وعمر وبعدين شوي شوي يقول لك ترى اللي ما يصلي مثلنا هم كافر لأنه هذا علم من الدين بالضرورة واللي ما يصوم مثلنا هم كافر واللي ما يحج مثلنا كافر فلا يبقى لك شيء لا يبقى لك شيء البراءة السور الأول للحفاظ على عقيدتنا إذا هذا انهدم ما يبقى شيء ترى داخل حافظوا على هذا السور لا تهدموا نحن نصمد الآن للمحافظة على هذا السور وقطع الأيادي من الداخل اللي تخرم هذا السور وتسبب فيه فجوات حتى العدو ينفذ من خلالها نحن نقاتل على هذا الشيء ولذلك تجدوننا الشداء على من على من هم محسوبون علينا ويعبثون بأصل البراءة ويسوون البراءة ممن؟ من أمريكا وإسرائيل صار هذا أصل أصل البراءة عندنا أمريكا وإسرائيل لازم نبرأ منهم يا لثارات الحسين شيء جاوبك الإعلام الإيراني لما يسئلوهم أنه يعني أنتم ممن ستثورون من الذي ستثورون له تثورون وتأخذون بحق الحسين منهم؟ يقول لك من أمريكا وإسرائيل أمريكا وإسرائيل قتلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تفاهات سفاهات إعلام سياسي ممقوت مريض عفن في مقابل هذا الصوت الرافض النقي والطاهر الصافي إذن القضية هي هذه قضية دين في المقام الأول قضية الإمامة قضية الخلافة لا يصح تسفيهها وطيها على أساس كأنها انتخابات رئاسية وعفى عليها الزن لا هي قضية دين في المقام الأول حتى وإن لم تعتقد أنت بها أنت تقول أنا لا أعتقد أنها قضية الدين ولكن نحن نعتقد إذن من حقنا لنا المبرر الأخلاقي في طرحها وإن سببت نزاعات لأننا ننطلق من أضية خير نريد فيها أن نجمعكم على هذا الخير حتى نقيكم النار فلابد تسمح لنا في المقام الأول بطرح القضية للنقاش على الطاولة على طاولة هذا المعترك الحضاري الموجود الآن وإن سببت نزاعات خلي تسبب نزاعات خلي يحتدم النقاش خير إن شاء الله قضية تسوى فيها جنة ونار هذه مو قضية بسيطة زد على ذلك أن القضية أيضا هذه ليست قضية دين فحسب وإنما قضية دنيا أيضا شلون تقبل مني أن أقول إنه لا يهمنا اليوم أن نحدد من هو النبي محمد صلى الله عليه وآله أم سيلم مثلا هذا ما رح يغير شيء في واقعنا هذا كلام مقبول ليس كلاما مقبولا لماذا؟ لأننا إن اتبعنا محمدا صلى الله عليه وآله صار لنا منهج في الدنيا وإذا لا سمح الله اتبعنا مسيلمة وإن افترضنا أن له آثارا فصار لنا منهج آخر ينعكس على الدنيانة مو فقط على عباداتنا مو فقط على عقيدتنا لا وإنما حتى على منهجنا في الدنيا إحنا في أي مسار رح نمشي سلوكياتنا تتغير قضية إمامة أهل البيت عليهم السلام أو إمامة أعدائهم هي من هذا القبيل الأمة إذا اتبعت أعداءهم هذه قضية لها انعكاسات على واقع الأمة الأمة ستسير بمسار معين وها هي تتبع أعداءهم جلها جل الأمة يتبع أعداءهم فمن نتائج وآثار ذلك ما هو تنظيم القاعدة مثلا هذا مثال نزع إرهابية صارت منهج حياة هذا فيما لو كانت هذه الأمة منذ القديم اتبعت أئمة أهل البيت عليهم السلام كان رح يصير عندنا تنظيم القاعدة وداعش وما داعش كان رح يصير عندنا الكوارث هذه ما كانت رح يصير لأنه منهج آخر منهج مسالم مثلا هذه هي القضية القضية لها انعكاس على العقيدة انعكاس على الأحكام انعكاس على السلوك انعكاس على طرائق الحياة منهج الحياة فإذن لا يمكن تشبيهها بقضية سياسية وانتخابات رئاسية وخلص وفلننتهي منها لا انتخابات رئاسية صار فيها منازعة قبل سنوات حينما تنقضي لا يكون لها تأثير على واقعنا المعاصر غالبا لا يكون لها تأثير لأن القضية ليست قضية منهج لا اما هنا قضية امامة اهل البيت او امامة اعدائهم هي قضية منهجية يعني تمشي بهذا المنهج منهج محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولا اما المعصومين عليهم السلام وتطبق تعاليمهم التي فيها خير للبشرية ام منهج ابي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وبني امية وتطبق تعاليمهم التي فيها شر للبشرية تمشي في هذا المنهج او في ذلك المنهج فالقضية اذا حيث انها قضية منهجية فهي قضية ضرورية لا بد ان تطرح لا بد ان يحسم النقاش فيها لا بد ان تناقش من حقنا ان نطرحها فالتقع المنازعات مثل اي منازعات اخرى تقع في وسط الامة اذا كان منشأها منهجيا اشقد منازعات صارت وسببت حتى سفكا للدماء بسبب محاولات جر المجتمعات الاسلامية الى هذا المنهج او ذلك المنهج ليكن مثلا المنهج الماركسي الشيوعي او المنهج البعثي مثلا ما كان صار مناوشات ومنازعات في العراق جد مذابح صارت بين الفريقين هذول الشيوعيين من طرف والبعثيين القوميين من طرف اخر مثلا كل هذه الامور عند علي الوردي وعلي شريعتي وما ادري سروش والافغاني جمالدين الافغاني الاسدابادي وغيرهم والحداثويين والعلمانيين واللادينيين كلها تعد ماذا؟ معقولة عندهم ليش؟ ليقولون هذا اثار صراع الحضارات وصراع المناهج بعد هذا الشيء الطبيعي بعد لا يمنعون منهجيا احدى هذه المناهج من ان تطرح ما في جعبتها ولا يعتبرون ذلك من السفاهة لن يقولك هذا منهج حياة احنا منهجنا رح يكون رأسمالي او منهجنا الاقتصاد الاجتماعي الاشتراكي مثلا هذا منهج للحياة رح يكون؟ هذا منهج للحياة عرفتوا؟ احنا توجهنا رح يصير قومي لو توجهنا مثلا ما الحزب التحرير مثلا مشروع احياء الخلافة بقولتهم هذا منهج وذاك منهج وهكذا سائر الصراعات الفكرية التي بيننا بس القضية لما تأتي الى قضية امامة اهل البيت عليهم السلام والبراءة من اعدائهم اتصير القضية قضية هوى وفاضية ولازم ما نلتفت الها وهذه من التخلف لا يا اخي هذا منهج حياة ائمة اهل البيت عليهم السلام رسموا لنا منهجا ندير به حياتنا لابد ان تقدر ذلك ايضا هناك حادثة اتذكر اني قرأتها في احدى المذكرات لأحد الاساتذة العراقيين نسيت اسمه ما اذكر قبل سنوات يقول ذات مرة انا دخلت في اوج البريق الشيوعي في العراق ايام عبد الكريم قاسم يقول دخلت القاعة الجامعية من بين كلامي الذي قلته يقول انا اخذت عمدا حديث من احاديث الامام الصادق عليه السلام وقلت في اثناء محاضرتي انه هذا كلام لكارل ماركس او لينين ما اذكر له فيقول كلهم اعجبوا ايش لون كلام حكيم ايش لون كلام مضبوط كلام عدل وبنفس المحاضرة ايضا تعمت ان ااتي بكلام لليينين او كارل ماركس وانسيبه الى الامام الصادق فقال هذا كلام رجعي اصلا كلام ما بي فائدة هكذا وبعدين كشفت لهم في نهاية المحاضرة قلت ترى الكلام الاول كان كلام الامام الصادق والثاني كان كلام الشيوعيين وكارل ماركس وليينين فوقعوا في دهشة شفتوا المسألة وين احنا امه نحن امه نتعلق بالعناوين وبالاسماء والمسميات احنا امه ما نروح نتعمق في في الواقع احنا امة مظاهر وشعارات هذا واقعنا جاهلية مقنعة احنا نسميها جاهلية مقنعة اتلاقي امامك عالم ويطرح نفسه عالم واكاديمي وما ادري كذا وهو جاهل جاهلية مقنعة عنده جهل مقنع عنده امامة اهل البيت عليهم السلام فضلا عن كونها قضية دينية فهي ايضا قضية منهج حياة لها انعكاس على واقعنا لذا لا يصح ابدا تجاهلها او طيها او تسفيهها واعتبارها قضية غير ضرورية بهذا يمكن الرد على هؤلاء الذين يتوهمون هذا الوهم ويسوقونه في الامة ان هذه قضايا تأريخية قديمة سياسية نزاعات قديمة لا يصح احياؤها ولا ضرورة ولا فائدة منها اذا وصل الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلي على محمد وعلي محمد وعجل ورجعه وعلام أعدام اشتركوا في القناة